منذ أن بدأ ما يسمى بعملية الكرامة في ليبيا وهي لم تتوقف عن طلب كل مساعدة ممكنة من الدول العدوة والصديقة كما أثبتت بعض التقارير فالكثير من الدول متورطة بشكل أو بآخر بمساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر سواء كانت تلك المساعدة بأفراد على الأرض أو بطائرات تقصف من السماء أو بأسلحة يستخدمها في قتل الثوار في بنغازي وغيرها تبدأ القائمة باستعانتها باللواء المعزز 32 الذي قتل الكثير من الليبيين واستعانتها بالعدل والمساواة وأخيرا روسيا والبارجة الحربية على الشواطئ الليبية والقائمة تطول من أي جسم أو كيان أمكن لهم الاستعانة به وكانت ولازالت الإمارات الحليفة الأول لمجرم الحرب حفتر في حربه على ليبيا فها هي وبعد مده بالسلاح والطائرات كما كشفت الكثير من المصادر تجلب إليه المرتزقة الذين يتبعون لشركة بلاك ووتر أصحاب الجنسيات الأمريكية ليستخدمهم حفتر مقابل المال ليقتل بهم الليبيين كما التقطت كاميرا مجلس الثوار بنغازي صورا لطائرة 802 الإماراتية وهي تقصف مواقع ببنغازي كما تسربت العديد من التسجيلات الصوتية التي عرضتها بعض القنوات تظهر محادثة بين طيارين من مختلف الجنسيات يتبعون لبلاك ووتر وبرج المراقبة في ابننا بلاك ووتر التي كان تاريخها مليئا بالدماء هي الآن على الأراضي الليبية فما الأسباب التي جعلت مجرم الحرب حفتر يستعين بهم هل يكلمون لديك؟ قلهم لأن أكلمهم يرد على استوار ويرد على يغم وثقاتين ديني قلهم عسل ديجاجي إذا ما سيكون تقصد أنا عارضي أنا زماء عمسطي فأم ما يسمعوني هل يتبعون من البنغازي وهم لا يتبعون بشكل تاريخ لكنهم يتبعون بشكل تاريخ ويطرون معكم على تاريخة 1265 يجب أن تكون لديك